أرقام صادمة تشير إلى كمية النفط الخام المهرب من البصرة إلى دول الجوار تقدر بحسب صحف محلية ودولية بـ 30 ألف برميل يوميا عمليات التهريب تلك تنفذها جهات متنفذة في العراق لصالح بلدان أخرى أو لصالحها الشخصي فبحسب النائب عن محافظة البصرة رامي سوكيني أكد أن العصابات الخارجة عن القانون تقوم بتهريب النفط الخام خارج البلاد لصالح ميليشيات وأحزاب متنفذة لافتا إلى عدم إمكانية تبرئة ساحة إيران عن ممارساتها لأعمال تهريب النفط العراقي لصالحها عمليات التهريب تلك لا يمكن أن تتم بهذه السلاسة إلا باستخدام مخاطبات رسمية فقد كشف عضو مجلس محافظة البصرة علي فارس عن عمليات تهريب النفط تجري من خلال تزوير جهات متنفذة أو ميليشيات لوثائق حكومية من أجل تيسير أعمال التهريب كثير ممن رفعوا أصواتهم بكشف أعمال التهريب تلك لم ينجوا من التصفية أو الإقصاء في الأقل كما حصل للضابط في مديرية الجمارق الفريق حكيم جاسم الذي قال في وقت سابق إن القوارب الأجنبية في المياه الإقليمية للعراق تمارس أعمال تهريب النفط بعلم الحكومة مؤكدا قيام زوارق إيرانية بانتهاك الحدود المائية العراقية لتهريب النفط لصالحها وهذا ما أشارت إليه الصحفية المتخصصة بشؤون الطاقة إيرينا سولاف في تقريرها حول تهريب ميليشيا الحجد للنفط العراقي باتجاه إيران مؤكدا أن الأموال المتأتية من تهريب النفط مكنتها من توسيع نفوذها في البلاد وتمويل حملاتهم الانتخابية تهريب ثروات البلاد لصالح دول إقليمية وحزبية ما زال مستمرا بأوجه مختلفة وأمام أنظار الحكومة دون رادع أو مساءلة وهو ما يؤكد أن الأمر لا يخلو من مساومات واتفاقيات بشأن تقاسم الحصص فضلا عن كون شعار محاربة الفساد ليس أكثر من دعاية إعلامية